يجيني وراها صفة ضروري انو تجيني وراها صفة فكل هذي الجمل الموجودة انو مرعب او مخيف خلوها معلومة ببالكم انو يجيني وراها لازم صفة فكل هذي الجمل الموجودة انو استخدمت وراها صفة بمعناها بالتأكيد هذي دينطيني العلامات الاشارات انو وين نقدر نشوف هذي العلامات هذي موجودة مثلا على احد الشركات او البنايات حيث هذا ليس اخرج لما يعرف المهمه الموجودة بالتأكيد انه خلوث عن المهم احضار الكبيرة انو لنسل معكم انظروا هنا أعطت من الموت عيني هنا فقرة الريطين يعني هنا اكتب موضوع عن الفيفورت بارت اوف تاون مدينتك مثلا مدينة ديوانية او مدينة اخرى او انت مدينة ببالك مثلا لا تكون في امريكا او تكون في لندن اي مدينة فتعتبر هذه المدينة هي جزء من عندها مفضل بالنسبة لك شون كمكان بكافي انت تحبه او مكان برستوران انت تحبه او مكان بمول مثلا انت تحبه فيقول لك هنا او صف مكان او صف مكان اللي يريد يطلع على نموذج من عنده فهذا النموذج موجود في صفحة 119 تطلعون على هذا النموذج طلاب انه شون الشخص يكتب عن الفيفورت تاون بالنسبة الي تستخدم بها هذا القطع اللي تستخدمها تستخدم بها ادجكتبز انت راح تضطر انه تستخدم ادجكتبز حتى توصف هذا المكان فالقصد من عنده انه من اطلب منك موضوع writing about something مثلا اقول لك اكتب عن your favorite part of town من راح تكتب لي موضوع اقول لك مثلا او صفات بها ذلك الموضوع okay it's a very funny topic and a very interesting topic so take your time and be relaxed when writing your favorite topic about town okay and thank you for your for your listening to me for your attention thank you very much and good night